السلام عليكم الخود كديري اللبس عليكم باخير كانت مننا ان شاء الله هات الشهر رمضان الكريم يكون ان شاء الله في ميزان حسنتكم تكونوا صمته ايمانا واحتسابا يا ربي وغدا ان شاء الله عيد الفتر في المغرب كانت منكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد بصحة والسلامة وينعاد عليكم سنين متعددة يا رب ان شاء الله بمناسبة عيد الفتر سنوجد معكم واحد طوير الجاج محمر بطريقة الافراح من الدي ما يكون ان شاء الله هات طوير هذا اللي جربته بها الطريقة ديالي فغادي تحمقوا عليه وغا يكون دايما معتمدة عندكم فراه جلديد واحد اللي الدخو رافية فنبدأ ان شاء الله في المقادر انا عندي واحد طرجج اللي بيته ليلة كاملة في الحامض وسكنجبير وسودانية ولا غد لي غسلتهم بزيان حيت له ديك الشحمة ديالو نقيتهم بزيان فانو حكيت له جليدة ديالو مزيان ترجع كي يشعل ومعكم ان شاء الله فانا عندي سكنجبير والخرقوم البزعر وتوما ببودر يمكننا نديرو التوما العادية قاق اللو بسيبيسة وشوية ديال القرفة وشوية ديال الملحة الملحة ضروري نقلو منها لانها تسهبت في ليلة كاملة في الملحة القصبر والمعدنوس والليمون مصير هنا غدي نحتاج القلب ديالو غدي نديرو مع شرمولة وغدي نديرها لدسين دابا غدي ندير المقادير كل هالمكونات غدي نديرو مع بعض ديالو وخوف ديك شرمولة بالماء باش يمكن اللي نشرمل بها مزيان داك الدجاجة ديالنا هاتشي غدي نخلي حتى نضيفه المريقى ان شاء الله وباش الدجاجة ديالنا دينا مشرملها مزيان والديتة وعلى طريقة الأفرح ضروري خصنا الجلدة نفصلوها على الدجاجة ماشي نهائيا ولكن تقريبا كيف ما كتشوفو هنايا انا كنحيدها من الخيضات ومن السدر وهكدا غنعمر شرمولة تمة وغدي نبيت الدجاجة ديالي ليلة كاملة في بلاجة الغدة ان شاء الله وعاد غدي نوجدها معاكم باش تشربو ليه شرمولة مزيان وبالنسبة لديك الشحمة بخصكم تحيدو ديك الشحمة قاعل لي كاينة في الدجاجة تحيدوها ديك الشحمة كتكون غير مضرة وما فيها حتى شي ما ضاق كيف ما كتشوفوك ندير شرمولة ما بين الجلدة والحم ديال الدجاجة واللي بقى هاتي نديرو في الجلدة وهاتي نبيتها ليلة كاملة في بلاجة فأكيد غدي تشربنا شرمولة وغدي تجي ديالي ده مزيان شاء الله انا اخذت كل وضي البصلها وكنت حلو كيف ما كتشوفو باش غادي ندمر به الدجاج ان شاء الله كيف ما كتعرفو البصلها كتنزل ما كتبقاش يعني خاكي لورا ما كيبقاش بززاف فانا طحنتها على هاتطريقة هاتي كيف ما كتشوفو رام بحونا مزيان وغدي نضيفها للجاجة ديالي باش نشرملها ان شاء الله وكيف ما كتكم الجاجة ديالي را دوزت ليلة كاملة في التلاجة فادب اليوم ان شاء الله غدي نطيبها معاكم فقديندير ديك البصلها هي اللي ولا في الطاوة من تحت في الطنجرة من تحت وغاد رادي نضيف الدجاجة ديالي وغدي ندير واحد المعي القاديس منحار ضروري المعي القاديس منحار كتعطي الدجاج ديالي واحد البنة وصافي وغاد نردها تتحرق تتحرق مزيان عاد هدي نزيد عليها شوية ديال ديك الماء ديالي الشرمولة اللي شرمولة فيها اللي بقت عندي وقيت اللي ديالي كتتقلة غدي نوجدو حد الكويس ديال القهوة كيف ما كتلكم أنا أزيز علي القهوة ديال الكترونة ماشي ديالها ماشي ديالها ماشي دايما لنا القضايا ديالي كنوجدوك نسبو قبل ما نفطر ديال ديالي راها تقلات غادي نضيف عليها الزيت حيث الزيت أنا ما كندروش في الول باش ما يغطيليش ديال ناسامات ديال الجلز ديال الدجاجة وما غاديش تشرب ليها شرمولة فادي دايما زويتة ندروه حتى نقليو ديال الحيمة ولا تجيج اللي عدنا ولا اللي كان نزيدو ديال زويتة يعني من بعد ودك شي اللي بقى لي من شرمولة غادي نضيفو باش فيه غادي طيب الدجاجة إن شاء الله وغادي ننقص العافية ونخليها الطيب على خاطرها هنا عندي الكبيدة ديال الدجاج اللي غسلتها مزيان وده بغادي نسلقها في شوية ديال المطايب ومليحة وشوية ديال الخل engaged وغادي نراف الاطال حتى ندخل 앉اح وغادي ندجان به شوب الرقم لذيال زبدة عاش تتحمل وغادي نضيف COR qua صف تعملها هكذا تزوجية الفرن وغادي ندينها بشوية ديال الزبدة بشتتحمر يجب أن تغمر مزيار يجب أن تغمر مزيار يجب أن يجب أن تسلق يجب أن نفرق و نقلي و تسلق يجب أن يقرر المفق نقليه في الزيت بارد لأنه يجب أن نقرم من الأبرا و يجب أن يجب أن تضح لن نضحها في ترسل ديال التقليل كيف ممكن تشوفو الدغيميرا جيواق فوحد الرويحة طلع يا سلام كاتشهي ما نقول لكم شعلا وحد الرويحة طلعا من هدجاج كاتشهي 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 كأنكم دايزين مقدم شدار فيها الفرح وحد الرويحة طلع يا سلام وهدجاج هدجال ديد 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 ما نقول لكم شعلا أنا اللي طيب طوح ما قيت عليه والله مجا غزال كنتمنى أنكم تجربوه في طريقة ديالي طبعا إن شاء الله غدين ندروف التبصيل ديال التقديم كيف ما كتشوفو الدغيميرا جيوا واقفة هكذا نك يعجبني دجاج هكذا ما فيش المرقى هيد دغيميرا واقفة يجي لديد بزاف كذا الخوت ما تنسونيش من الدعم ديالكم والبرتاج الفيديوهات ديالي مع الأهل والأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة على الجامعة إن شاء الله فهد جاج هدرها جلديد خاطير في المرقى ديالو جغزالة نوخة طيب تبيدي أنا فاش كان طيب يعني في الدين ما كان قدرش ناكل يعني في نفس نهار بحال ده بها كده دجاج من دغيمير ولا شي حاجة يعني ريحة ديالو كانت تقهمني لكن هذا كليت وتبارك الله ما شاء الله جاي وحد لدى فيه خطيرة 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 كنتمنى أنكم توجدوه بالطريقة ديالي وخصوصا إحنا مقبيلين على يوم الأضحى إن شاء الله اللي هو غد في المغرب فوجدوه بطريقة ديالي غد يعجبكم بزاف وتاكلوه بهنا وصحا والسلامة وعيد مبارك سعيد وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله هدمتم في رعاية الله وحفظه وما تصبخلوش عليها بالدعم ديالكم اللايك، البارتاج، القومونترات ديالكم زيونة بحالكم جانبانا، 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 لع Cyber